كيف تفسر لنا هذا الإعلان الواضح والصريح من جانب واشنطن بأنها تدعم أمن إسرائيل أو ما تسميه بأمن إسرائيل بظل هذه العملية وهذا العضو الموقف الأمريكي موقف غير النزيين بالكامل لكن للأسف يلجأ إليه العرب لأنه هو المنازل الأخير باعتبارها الدولة التي يمكن أن يكون لديها ممارسة ضغط ما على إسرائيل لوقف ممارستها تجاه الفلسطينيين الموقف الحركة تحدثت عنه وهو فكرة ازدواج المعايير يعني نحن إذا إدارة بغض النظر عن أنها إدارة دموقراطية أو إدارة جمهورية لكن من الواضح أن هذه الإدارة مثلها مثل إدارات أخرى تتحدث عن معارضها للإستطان وفي نفس الوقت تدعم إسرائيل بكل شتى الصبل وتصرح بأن إسرائيل من حقها أن تدافع عن نفسها ولذلك كان لافت للنظر أن بنيمين نتنياهو خلال لقائه بالسفير الأمريكي في القدس على هامش الاحتفال بيوم الاستقلال كان يتحدث بوضوح أنه لا يمكن الاستغناء عن الدعم الأمريكي أو إيجاد بديل حليف لإسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة على نحو يجعل بما لا يدعم جالا للشك أن الولايات المتحدة ماضية في دعم الموقف الإسرائيلي وتحاول إسرائيل أنها تروج مزاعم في تلك الحملة مثل ما عملت في حملات سابقة وأن كان في تلك الحملة بشكل أشرس أنها تواجه الإرهاب أنها تواجه الحملات التطرف التي تنطلق من أماكن ومن بلدات قريبة من الحدود الإسرائيلية ولذلك جنين تحظى بأهمية كبيرة لدى الجيش الإسرائيلي لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لأنها ترى أن الهجمات الفلسطينية التي تم تتشينها خلال الأشهر السطة الماضية تنطلق من جنين ولذلك نجد أن وزير الأمن القوم الإسرائيلي كان خلال الاجتماعات المصغرة للحكومة الإسرائيلية يؤكد دائما ضرورة توسيع العمليات في البلدات الفلسطينية وفي مقدمات هاجنين بما يؤدي إلى المزيد من الهيمنة والقدرة على التوسع الميداني بشكل كبير القدرة على استهداف أكبر عدد من العناصر الفلسطينية بشكل كبير ولذلك نجد العمليات التي حدثت في قطاع غزة في مايوه الماضي ونحن نتحدث عن بدايات يوليو لم يكن هناك فاصل كبير ما بين العملات الأكثر أهمية أن إسرائيل في تلك العملية عملية جنين استخدمت عتاد عسكرية كثيرة استخدمت طائرات مصيارة استخدمت عدد كبير جدا من الجنود كل ذلك في سبيل تحقيق هدف محدد وهو تصفية تلك القضية وما تعول عليه إسرائيل أولا أنه لا توجد ضغوط أمريكية عليها بشكل كبير إنها تستغل حالة للأسف الضعف العربي والانشغال العربي ببعض المشكلات الداخلية الحادة سواء ترتبط بالحفاظ على هيكل الدول الوطنية مواجهة التنظمات الإرهابية العابر للحدود التوصل لتصوية لبعض الصراعات الداخلية المسلحة فعلت من الدول في السودان في ليبيا في اليمن في سوريا كل ذلك أدى من حيث الاهتمام الإقليمي إلى تراجع كبير في أولوية القضية الفلسطينية على ذلك الأكثر أهمية إنها تضع العديد من الدول العربية في موضع محرج وخاصة الدول التي دخلت في المرحلة الثانية من التطبيع خلال عام 2020 وحتى هذه العام ولذلك كان لافت للنظر أن بعض الدول في منها دولة الإمارات علاقتها يغلب عليها الفطور والجمود الشديد تجاه إسرائيل في ذلك الوقت كمان تأجيل اجتماع النقب للمرة الثانية يجعل أن الدول العربية الرئيسية المعنية بالاستقرار الإقليمي ترفض سياسات الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير ولذلك نجد أن الموقف الأمريكي هو موقف سلبي موقف منحاز للرؤية الإسرائيلية بشكل كبير يغلب عليها ازدواج المعايير عندما تتحدث عن رفض الاستطان ولكنها في نفس الوقت تتحدث عن حقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة شعب أعزل تتعالى أصوات القوة الدعمة للسلام أنها لابد من توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ومثل ما طالب به الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس أبو مازن في خطابه للفلسطينيين منذ ساعات قليلة